إجابة عن تساؤل مجموعة من المؤمنين لمكتب سماحة المرجع الأعلى السيد السستاني حفظه الله تعالى عن عمل الملاكات الطبية والتمريضية التي تتعامل مع المصابين بفيروس كورونا أفتى سماحته أن علاج المرضى ورعايتهم والقيام بشؤونهم واجب كفائي على كل المؤهلين لأداء هذه المهام من الأطباء والملاك التمريضي وغيرهم بعد ما قال سماحت السيد بأن هذا واجب كفائي ويمثل المرابطين والمجاهدين حقيقة لنا الفخر كثيرا أن نكون ككوادر طبية وتمريضية أن نكون من المضحين ومن المثابرين كذلك وهذا ينطينا عزم كبير أن نعمل ونثابر ويكون عملنا موازي للجهاد جملة من التوصيات على السلطات المعنية توفيرها للملاكات الطبية لحمايتهم من مخاطر الفيروس رغم كل التحديات والالتزام بالإجراءات الوقائية في المستشفيات في عموم البلاد للحد من انتشاره المرجعية الرشيدة من حرصة على أبنائها من أبناء الكادر الطبي أوسط السلطات بتوفير والجملة دقيقة جدا أنه بالممكن جد ممكن أنه نوفر وسائل الحماية للأطباء والكوادر التمريضية والقوى الساندة هذا الموضوع ليس هو بالسهل صعب جدا أنه تلامس مصاب وباء أو تلامس حالة مؤكدة لكن استخدام الوقاية واستخدام المعكمات الصحيحة للتخلص من هذا الشيء استفتاء أصدرته المرجعية العليا في النجف الأشرف تثمينا للجهود العظيمة التي تقوم بها الملاكات الطبية والتمريضية في التصدي لهذا الفيروس الخطير كونهم بتماث مع المصابين مما زاد من عزيمتهم والتزامهم بواجبهم الإنساني تجاه المواطنين